السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العليا ان الله يسهل عليكم هذا العواشر وحيد دعاء مزال ذيلو باعله كيس معليه قول امين كسمتها انا كنقول امين لا لا تنسى ما هو حال عمره في العشرينة او ثلاثين الوليد عنديو 27 سنة 27 سنة لا الها الا الله ويش كيقره عندو العكس وعندو العين وتحاجي كي دسائلها انك اصصر ليه والاصدقاء ديولو لا لا السعدية مع ملك يتصاحب وماملك يمشي وش شباب البليا لازالدك تعد لانا هي افو ليسي بارم بي من البليا يخاجره اليس ياربية كريم لا اله البليا ضمر الصحيات وهو مني كان صغير كان فيه ام الصديق انا ما اعرفش ام الصديق للا خيه كاك ولا ام عرف لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الله يفرج يا رب لكن شيء اذكر نقولهم انا صدره اصد هو ما ضيف الله يضغي اذكر الله ما ضيفه شي حاجة قلت كالبس المالة بالسوداء بحاجة ساء وشش الا بول اتركو عصري ولا قليلي هذا على معنى انه ممسوس لا اله الا الله الله يشفيه الله يخلي لك يا ربي يا ربي يا لله وقال لك اسماني يقول امين كثمتا انك يقول امين يقول امين اللهم امين للا سعدية الله يطول عمرك لا حول ولا قوة الا بالله الله اسمح لنا من الوالدين لان الوالدين الى كان عندهم واحد الولد او بنت خارج الطريق او انه مبتلع فالعذاب لك يعانيه لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى ربما الشباب بقد غافلين انهم يقومون بسلوكات وممارسات مزعجة ومقرفة ولكن الوالدين ارى فوق صفيح ساخن ارى هم يتشوطوا بالعافية كل قولاتهم في واحد المضعية لا يحمد عليها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لان السعدية بالامكان ان الولد لكان مصاب بما يسمى بام الصبيان في الطفولة معلوم ان ام الصبيان هذه روح خبيثة تصيب الاطفال صغارا كتلقى بانه عند الصراخ الشديد والبكاء المستمر وكتلقى حركة جدا ومراك يقدر يكون بحل الامانة كتحطب حل التراب هذا كتصيب ام الصبيان هي روح خبيثة تصيب الاطفال الصغار وقد يتعرض لما يسمى بالرضاء من هذه الروح الخبيثة فكتملكه اش حلم الواحد دمالان كي يبكي والامة كانت حاضرة ولا كانت غيبة فكتجهد ام الصبيان وترضعه ومن ثم كيعون مخاوي الجم كيعون مخاوي ومن ثم كتلقى عنده حلاقته في الحياة غريبة جدا كتبغي تحكم عليه بقوائد علم النفس وعلم الاجتماع لا تنطبق عليه هو في واحد الوضع واحد العالم خاص به عالم غريب جدا ولا سولته كتلقاها كي يشوف مدامات غريبة وكتجي خيالات وكتجي خواطر وربما يسمع هواتف في ادنه كلام يأتيهم من خارج المحيط دياله لا نستطيع ان نحكم على هؤلاء الاولاد بانهم منحرفين نرجح عندهم مرضى ويحتاجون الى العلاج ليس عاديا ان يكون الشاب في هذا السم يلبس كل الملامس سوداء حتى الداخلية سوداء دليل على انه متلبس وهذاك ما يسمى بعمدة الشيطان المعروفين بانهم يعشقون السواد ومنهم من يعشق لون الاحمر ولا حول ولا قوة الا بالله لا اريد ان ادخل في التفصيل في هذه القضايا الغريبة ولكن ما هو العلاج الام يظهر انها تعبت واستعملت جميع الوسائل المتاحة بين يديها لرد هذا الولد ردا جميلة شام على الاصدقاء حتى ذاك البلية مع اصحابه ارى هو لا يقصد البلية هو بغي ينسي هو لا يعشق لانه التدخين او المخدرات كتلقى الشام في هذه الوضعية بغي ينسي بغي يرقد الدماغ ليلو حتى عنده ما يسمى بالتفكير الغير الملقطع هؤلاء الشباب في الغالب يصامون بمحانة نفسية كتسمى التفكير الغير الملقطع الافكار تتوارض عليه باستمرار بحال الامواج المتلطمة ولا يجد لها تفسيرا فيضطر الى اخذ بعض المخدرات او المسكرات او المفترات لاش غير باش ينسي لا حوله ولا قوة الا بالله واش كله غد يقدر يعالجه طبعا العلاج النفسي مكلف واحتى المؤسسات دي الرعاية النفسية محدودة جدا في بلادنا وعدد كبير دي الأمهات كيعانيو نفس المشكل كيقول لك انا ولدي بغيت غير الدولة تشدو وندي عندها ولكن في دي الدولة لغتشدو خاصو بشدوه لدور الرعاية النفسية خاصو تقرير طبي وخاصو الموافقة بالنوم وخاصو واحدة تكاليف مدية يوميا دي الاقامة ودي الاكل ودي المدة طويلة وده كل مكلف للغاية لا حول ولا قوة الا بالله كيبقى الحل السهل الذي نلجأ اليه كلنا لما نشعر بالضعف ونغلب ونقهر الحياة احيانا تغلب صاحبها الحياة كتحدث كيقول الانسان انا انا وكتجي واحد ظروف معينة كتخل الانسان انه كيش عرب الضحف ديانو كتقول اللهم ارحم ضعفانا اللهم ارحم ضعفانا من طرق العناج في هذه المشاكل اللي هي تبدو مستعصية اننا نلجأ الى من الى الصادع نلجأ الى مالك الملك نلجأ الى من بيده الامر من قبل ومن بعد الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء نلجأ الى ربنا سبحانه وتعالى ونتدرع اليه ان يرحم ضعفانا وان يشفي مرضانا وان يفرج عندها بدا فالسنى المستمعين الله جزيكم بخير هذه الام السعدية من اسفي تلتمس فيكم الخير ان تدعوا لها وتؤمنوا على دعائها وما الشغر هي رأى الان نمك اسمعوا فينا ربما العشرات او المئات دي الامهات وقع لهم مشاكل مثل هذه وربما اغرب اللهم يا رب العالمين يا من كتب على نفسه الرحمة يا من قال الله لطيف بعباده نسألك اللهم هذا الشاب وغيره من ابناء المسلمين اللهم رد بهم ردا جميلة اللهم رد بهم ردا جميلة اللهم يا رب انزع من قلوبهم وعقولهم حظ الشيطان اللهم ماعد بينهم وما بين هذه الهتفات والهواتف الشيطانية كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من آثارها كما ينقى الثوم لم يضمن الدنس واغسلهم من آثارها بالماء والتلج والمرض اللهم يا ربي كريم اجعلهم نورانيين مستقيمين على الهدى والتقى اللهم يا رب عمر قلوبهم بالإيمان وادفع بهم إلى الصلاة والعبادة واجعلهم يا رب العالمين من الأكرمين في الدنيا والآخرة قلوا معنا جميعا أمين 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 يا رب لأن سعيدة أحسن طريقة ممكن استعمل الأم هي أنها تستيقن في جوف الليل والناس نيام وتدق الباب تدق أبواب الرجع تقول يا رب هذا حالي بين يديك لا يخفى عليك وهذا عطاؤك عطاؤك عذبني هذا الولد اللهم يا ربي كريم اهده وخذ بيده وإن شاء الله سوف ترين رحمة الله الواسعة الله تعالى يحب أن يدعى يحب أن يترق منه في جوف الليل يحب من يدعوه ويدرف الدموع بين يديه وإن شاء الله سعال سترين ما يسر قلبك في القريب العجل اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة